السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي غدا إن شاء الله بإذن الله مباراة منتخب سوريا مع منتخب العراق الشقيق المباراة الأخيرة في دور المجموعات وقد تكون قد تكون المباراة الأخيرة بالنسبة لمنتخب سوريا الأمال كلها معلقة غدا ليست على الأداء وليس على الأهداف ولكن أمال الجماهير السورية معلقة غدا على التأهل نحن نتأهل فقط وطريق تأهل منتخب سوريا غدا في تلك المباراة أو بعد تلك المباراة واللي بالمناسبة هتتلاقي بالساعة خمسة مساء بتوقيت سوريا الساعة أربعة بتوقيت مصر على فوز منتخب سوريا على منتخب العراق بفارق هدفين أو أكتر وعلى خسارة إندونيسيا من أسباكستان هل الأمر ده ممكن يحصل أنا أرى أنه من المنطقي أن يحدث خسارة لإندونيسيا أمام أسباكستان صاحبة الأرض وصاحبة المستوى الأفضل بدون نقاش ولكني ليس لدي أمال تذكر على أداء منتخب سوريا في مباراة العراق وأنا يمكن لأول مرة بقولها بالشكل ده وبالأداء اللي أنا بتكلم بيه ده أنا ما عنديش أي أمال تذكر بصراحة على أداء منتخب سوريا مش خوف أو مش أن أنا عندي يقين أن هنخسر لكن الحقيقة أن أنا ما عنديش حاجة أقدر أن أنا أبني عليها وأقول أن منتخب سوريا بكرة هيلعب أداء فلاني أو هيكسب عشان هيعمل للطريقة الفلانية لا يعني واضح جدا اللي امتابع منكم المباراتين اللي فاتوا أن منتخب سوريا زي ما بيقولوا كده في حيص بايص يعني مش عارف يعمل إيه أنت في كرة القدم ممكن تكسب قدرا كده اللي هو الناس بتقول عليها بالحظ أنا بحب كلمة قدرا يعني بمجهودك بس مش قوي يعني ولكن ممكن تكسب أيضا وإنت مركز وإنت منشن وإنت بازل مجهود بشكل دقيق جدا عشان تكسب بالنتيجة الفلانية وبتستغل لكل فرصة وبتعمل هجوم كويس عندك أخطاء دفاعية عندك أخطاء هجومية مش مشكلة مع الأخطاء يعني برشلونة وريال مدريد والبرازيل والأرجنتين بيخطأوا أخطاء البرازيل خسرت من السعودي أخطأت حد شيء قدر ينكر ولكن عادت بعد كده وحسنت من مسيرتها وفازت بكأس العالمي لكن منتخب سوريا وزي ما قلت لكم أكتر من مرة لا لون ولا طعم ولا رائح والسبب في ده العامل الأساسي من وجهة نظري اللعيبة نفسهم تواضع مستواهم ومنقدرش برضو منحملش مارك فوتا أكيد ليه دور طبعا في تلك المهزلة التي ظهرت في المباراتين اللي فاتوا ولكن كل الناس دلوقتي بتتكلم ومشغولة وعايزة تعرف يا طرى هيكون مصير مارك فوتا إيه أنا أعتقد أن ده سؤال محترم هل يا طرى مارك فوتا وطبعا فيلكو فان بورن هيسيبه منتخب سوريا وخلاص هتبقى مسيرتهم انتهت على كده يعني طبعا يقينا يقينا تجربة مارك فوتا وتجربة فيلكو فان بورن مش هنقدر نقيمها من خلال التأهل لا إحنا بنقيم أداء وبنقيم نتيجة وطبعا بنقيم النتيجة قبل الأداء النتيجة هي الأهم يعني عندنا معلق كورة في مصر مشهور اسمه الكابتن ميمي الشيربيني دايما نكلم أقولة وكان بيقول الكورة جوان الكورة جوان غير كده أمور شكلية عملت أداء حلو سددت كورة بشكل اللي ما حصلش بس خسرت وعلى ناحية أخرى ما كنتش مستحوز وكنت بتلعب لعب شكله وحش جدا ولكن كسبت 3-0 طيب احنا مش عايزين أكتر من كده فأنا أرى أن غدا المباراة سوريا والعراق لو منتخب سوريا فاز في تلك المباراة بفرق أكتر من هدفين وخسرت اندونيسيا وتأهلنا للدور اللي بعد كده أرى أن مارك فوتا سيستمر سيستمر لأن الوقت ضيق للتفكير في مدرب آخر سيستمر لأن مارك فوتا لديه العقد الأطول مع منتخب سوريا تحت 20 سنة ومع منتخب سوريا الأولمبي لكن أعتقد أن فكرة استمرار مارك فوتا خلاص دلوقتي ما بقتش منطقية في إطار أن هو يستلم المنتخب الأول يعني الكل يعلم أن هكتر كوبر كمدرب لمنتخب سوريا الأول عقده على الأغلب لحد نهاية كأس أسيا اللي هو هيتلعف في شهر يناير فبراير 2024 يعني بنتكلم سنة هكتر كوبر هيدرب سنة منتخب سوريا الأول مارك فوتا هيستلم المنتخب أو هيصعد المنتخب بتاع الشباب والأولمبي أنا ما أعتقدش أن الفكرة دي خلاص بقيت متاحة تحديدا وأن احنا تعرفنا على أداء مارك فوتا أما المنطق بتاع رحيل مارك فوتا فأنا أراه منطقا قد يحدث طبعا قد يحدث لو خسر منتخب سوريا بكرة في مباراة العراق بغض النظر عن نتيجة سوريا أسباكستان وإندونيسيا عذرا على الأغلب هيرحل مارك فوتا ورغم أن عقده أربع سنين إلا أنه هيرحل هيرحل لأن الشارع الرياضي هو اللي هيقرر أن هذا المدرب لن يكمل مع المنتخب السوري لكن بعيدا عن الأمور العاطفية وبعيدا عن وجهة نظر الجماهير السورية والتي نحترمها ونقدرها أنا لا أرى في رحيل مارك فوتا ميزة سيذهب مدرب وسيأتي مدرب آخر أقل في المستوى بكل تأكيد سيذهب مارك فوتا وسيأتي مساعده على الأغلب وفكرة وجود منتخب سوريا للشباب أو منتخب سوريا الأولمبي ستموت وسنعود للتركيز على منتخب سوريا الأول وسنهم البقية تلك المنتخبات لا نخلي مارك فوتا ونخلي يرعى هذا المشروع مشروع المنتخبات الخاصة بالفئات السنية أما التوفيق ده من عند ربنا والنتائج يعني على حسب المجهود وتوفيق ربنا طبعا في المقام الأول لكن رحيل مارك فوتا بكل أسف يعني لي أنا شخصيا انتهاء تلك المرحلة من المنتخبات الخاصة بالفئات العمرية وإهمالها لمدة لا تقل عن عام من الآن إلى حين العودة لمسابقة أخرى أو ما شابه ذلك فساعتها نقدر نفكر في عودة مارك فوتا مرة أخرى أو عودة مدرب آخر يستلم المنتخب السوري منتظر أعرف رأيكم تحت في التعليقات عن وجهة نظركم هل شايفين أن المنتخب سوريا بكرة ممكن يفوز على العراق فعلا بفارق هدفنا أو أكتر هل شايفين أني هناك أمل للتأهل هل لو تأهل منتخب سوريا أسئلة كتيرة طبعا دي بالمناسبة فأنا عايزكم تجاوبوا على كل الأسئلة هل لو تأهل منتخب سوريا غدا هتكونوا مبسوطين ولا هتكونوا مش فارق معاكم لأن يعني إلا بقى لو منتخب سوريا بكرة عمل أداء أسطوري عمل أداء غير مسبوق ده موضوع تاني لو منتخب سوريا لعب بكرة بأداء ما حصلش وفاز على العراق مثلا بنتيجة 4-0 أو 5-0 ده موضوع يعني تاني خالص ساعتها ممكن الناس تعيد التفكير في منتخب سوريا ولكن لا أرى أن هذا سيحدث بطلك الطريقة يعني لو فزنا بفرق هدفين يعني ده يبقى حاجة يعني ربنا يعني كرمنا قوي 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 وأخيرا ما رأيكم في فكرة رحيل ماركفوتا هل أنتم مع رحيل ماركفوتا مدر منتخب سوريا لو فشل منتخب سوريا في التأهل ولا أنتم شايفين أنه يستمر ويستمر في رحلته لأنه ما عندناش أفضل منه في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته